بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهم كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله ما حارمه هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه ساعة واسعة للناس المسلمين ما هم محتاجون إليه حاجة ملح بي وما هو محرم ينبغي أن يتجنبوه بي وتبقى أمور يختص بمعرفتها بالدقة أفراد الناس عامة أخيار الناس فالمسلم الذي يكتفي بالحلال اجتزئ به ويحرص على فرق الحرام الأمر ميسر له ما يحتاجه الناس في معاشهم وأمورهم العامة والخاصة أحله الله وما حرمه عليه تحريما واضحا بين بين يعرفه الناس وأمورهم تلتبس في حال بيع وشراء في حال نظرا إلى أشياء محددها وغير محددة من أراد أن يحمي نفسه ويصونها ويتجنب المحرمات ويحضر الوقوع فيها فليحرص على الاكتفاء بما أحله الله له والكف عن كل ما حرمه الله وما تبس أمره عليه يتجنبه وليتخذ لنفسه أقاعدة يسير عليها دع ما يريبك إلى ما لا يريبه ما شهقت فيه من الأمر تجنبه فإن فيما جعله الله حلالا بيناً بيناً غنياً عما يتردد فيه الإنسان فاحرص دائماً على أن تتأمل الأمور عندما تعرض لك ما كان منها حلال بيّن فهذا لا إشكال فيه ما كان حرام بيّن فلا إشكال فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم استطعتم فجميع الأوامر واضح ما تتعلق به والنواهي كذلك يقول وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فليحرص المسلم في أمور حياته كلها يتأمل ما كان من الأشياء الظاهرة الحل التي هو الناس في أمس الحاجة إليه هذه أمرها بحمد الله سهل وميسر وما كان مما يجب على الإنسان ليكون في غاية الحذر منه من المآكل والمشارب والمنابس وعين ذلك مما حرمه الله فالتحرم فيه بيّن فيبقى على الإنسان أن يتصف بالحذر في كل أموره وحياته إن كان من الأمور التي يمكن أن يعلم عن حكمها ويجد من يوضح له الأمر فليسأل وكما مر علينا قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا لم يجد فإن فيما هو محتاج لهم من الطعام ومن الشراب الذي لا يستغني أحد عنه أو من المنابس التي لا يستغني أن أحد هذا حلال بيّن الحل وما كان من المحرم كأموال الآخرين وكالمحرم من المأكولات أو المشروبات كالخمر وما يلحق بها أو مما لا خير فيه فهذا أيضا محرم فينبغي للمسلم أن يتخذ بقدر المستطاع من نفسه رقيبا على نفسه وأحواله وإذا التمس أمر عليه فسوف يجد فيما لا لبس به غنية عما فيه لبس لأن الله جل وعلا ما جعل عيننا في الدين من حرج وما حرم علينا سبحانه وتعالى الأمور التي لا يمكن أن نستغني عنها كل ذلك أصلح بيّن للناس وكذلك المحرمات أموال الغير أموال الناس أيضا أموال الدول لا يحل أحدا أن يأخذ شيئا إلا بطريق الحق وإذا لم يفعل صرغالا وقد قال الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يعني يأتي مفضوحا على رؤوس الخلائق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن تحريم الغلول وأن من غل شيئا أتى به يحمله يوم القيامة قال لا ألفي أن أحدكم يأتي وعلى ضعره بعير له رغى فيقول أغذني فأقول لا أخبرتك وأنذرتك أو بقرة لها خوار فيقول لها أنجني شيء من هذا فأقول لا قد أبلغتك أو شات لها تايعر أي لها ثغى أو نقودا أو رقاعا تخفك من ذهب أو فضة يأخذه بغير حقه ثم يوم القيامة يجد الفرصة الورطة وأنعار والشنار فيسعى لمنقذ ولا منقذ في ذلك الموقف النبي حذر ثم قال أنا هل بلغت حذر الناس من كل ذلك وأن من يغلو الشيء ولو خل يأتي به يوم القيامة ولما قال الرجل يا رسول الله إنني أخلته يعني بدون حق شراك نعل قال شراكاني من نار لا يستهين الواحد بالشيء من المحرمات بأن يتجرأ على أخذه ويقول أتوب أيضا ما بعد ليحرص فقد بيّن رسول الله وقال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمر مشتبهات هناك أمور تكون بين الحلال الواضح والحرام الواضح لا يكون أمرها جليا لكل أحد فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتقى الشبهات تجنبها وحذر الوقوع فيها يكون قد احتاط لدينه ولعرضه ومن تساهل وتجرأ لم يحتط لا لدين ولا لعرض فما أخذه بغير حق يحاسب عليه ويأتي به يحمله يوم القيامة فاجتي ديها المسلم في حياتك وطن نفسك على أن تكون رقيبا على النفس فإن الله قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فاجتعد في أن تتعقبها وتنظر ما قد يكون من إخلالا بها سواء في ذلك من الحلال والحرام أو من الواجبات أو من مهمات الدنيا والدين احرص على أن تتعلم ما يمكن أن تتعلمه وأن تسأل عن ما يمكن أن تسأل عنه وأن تراقب نفسك بمفسك فإن الإنسان لا يكون عليه رقيبا من الخلق أكثر من رقابته على نفسه لأن الله يبين له على لسان رسوله أن في الحلال البين غنية عما لا بيان فيه وأن في الحرام البين رادعا على التشكو في غيره بل على المسلم أن يكون في أموره كلها متمسكا بالحلال حريصا على تجنب ما حرم الله مراقبا نفسه ثم مع ذلك يحرص على أن يختم يومه بالإكثار من التوبة والاستغفار يحرص على أن يختم يومه بالإكثار من الاستغفار والتكرار ما علم من أخطى نظر إن كانت فيما بينه وبين الخلق فلابد أن يتحلل منهم وإن كانت فيما بينه وبين الخلاق العليم جل وعلا فإن التوبة الصادقة تمحوها والله جل وعلا يحب من عبيده عموما أن يتوب من ذنوبهم وأن يرجع إلى ربهم وأن يحرص على السؤال العفو والمغفرة والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد وأكثر فالكل عباء كل الناس يخطئون والله يقول إنكم تخطئون في الليل والنار فاحرص أيها المسلم على مراعات نفسك وإلى أشكل عليك أمر من الأمور هل هو حلال أو لا فانظر ماذا يترتب عليه إن كان يترتب عليه الوقيعة في عرضك أو الذنب على أنك لا تتورع فتجنب ما أشكل عليك أمره وستجد فيما لا إشكال فيه غني تأمدين الله فإن ربنا يسر علينا وسهر الأمر لنا وجعل الإنسان في أمر سعه إلا إذا كان جريئا على تدعد الحدود غير مبال في أمر الرقابة على نفسه وتصرفاتها مقداما على ما يروق له وتطبين نفسه إلى حصوله يصرف النظر عن السبب وما يحيط به فهذا على خطر وقد يزل الإنسان الزلة فتم فيه المنية فيبعث على ما كان عليه أن يحرص الواحد لأنه ليس معه أمان أن يصل إلى وقت يكون يتوب فيه إلى وقت يحذر فيه لا يبادر في الحال لعل الله أن يعفو عنه ربنا بيّن ونبينا قال إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن ما نهانا عن الأخذ بالحلال البيّن وحذّرنا من الحرام البيّن وبيّن أن أمورا قد تلتمس فأمرنا أن نستبرئ للدين والعرض أما الدين لأن لا يقع الإنسان في محرم لم يعلم عنه أما العرض لأن لا يتحدث الناس عن فلان أنه لا يبالي وأنه يرى أن الحلال ما حل في اليد ونحو ذلك فاجتهدوا لعباد الله واحرصوا ثم احرصوا على تدارك تدارك الليالي والأيام وتدارك ساعات هذا الشهر المبارك فإن كل ساعة تنتهي لن تعود علينا في ليتنا وكو أن كل يوم يمضي لا يمكن أن نتدارك فلنحرص على أن نملأ أوقات ليلنا ونهارنا بما يمكننا من الخير والإكثار من التوبة والاستغفار والإكثار من التسبيح والتهليل والتسبيح والتكبير فإن في ذلك خيرا كثيرا دون عناء ولا مشقة ولا صرف للواحد عن أداء عمل يريد أن يقوم به فاجتهد أيها المسلم اجتهد في ذلك وكلما أشكل عليك أمر فكر فيه وانظر عواقبه وما الذي سيكون عليه وهل سينتقدك الآخرون يروك عرضك وهل ستجد نفسك محرجا يوم القيامة لأن تحمل ما دق وكبر مما تساهلت في أمره في أول الأمر أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لإخلاص العمل لوجهه الكريم وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منه ومبطن وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه وجوده وكرمه وأن يوفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار وأن يوفقنا للإكثار من ذكر الله جل وعلا كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وأن يوفقنا دائما وأبدا لأن نتفقد أمورنا وننظر في أحوالنا ما الذي حصل إن وجدت خلما فما دليل التوبة وإن وجدت صوابا فعلمنا هذا من توفيق الله لك فإن الخير كله من الله ولا يصرف عن الشر سوى فاجعل رجائك كله بعفو الله ورطفه وكلف نفسك على أن تفكر في حضرها وفي عملها ما الذي أدته وفي مستقبلها ماذا سيكون أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا ويعاملنا بعفوه ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يتوب علينا وأن يجعل أرسنتنا دائما رطبة من ذكر الله جل وعلا وأن يهيأ لنا من أمرنا رشدا وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وحال بلاد المسلمين في كل مكان وأن يعز دينا ويعلي كلمته وينصر أولياءه وأن يقبل أعناءه وأن يرينا عاجلا غير آجل تفريج كرب المكروبين من المسلمين في الشام وفي العراق وفي غيرهما من البلد التي ابثنيت بشر إما شر كبيرا ومتناهي أو بما دون ذلك نسأل الله أن يفرج كربات المكروبين في كل مكان من المسلمين وأن يقضي ويشفي مرضى المسلمين وأن يفك أسر كل مأسور من المسلمين ظلما وعدوانا وأن يشفي مرضى المسلمين عوما وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يغني فقراء المسلمين وأن يوفق أغنياءهم لأداء ما عليهم وبذل ما وجب عليهم من حقوق للفقراء كما أسأله جل وعلا بأسماءه والصفاءه أن يوفق من ولاه أمرا جل وعلا في هذه البلاد ويجعلها دائما وأبدا متمسكا بخوفه من الله ورجائه منه مجتهدا في نصرة الحق وتسهيل أمره وذلال الباطل والوقوف في طريقة في العبادات والعادات والأخلاق وغير ذلك كما أسأله جل وعلا بأسماءه والصفاءه أن يعاجل البلاد الأسلامية التي يقع عليها ظلم وعدوانا إما من كفار كشرق آسيا البوذيين وغيرهم وإما أن يكون من الصفويين واهتمامهم في أن ينشر الصفوية المذهب الاثنين عشرين بين الناس فأسأل الله جل وعلا أن يقطع دابر هذه الإمدادات النجسة الخبيثة وأن يعاجل اليمن بالخروج مما وقع فيه من نتيجة إقبال الصفويين وحرصهم على صفغ البلد الصفغة الصفوية الرافضية النجسة وأن يوفقهم للخروج من مازاقهم وأن ينصر من قام بنصرهم عاجل غير آجل وأن يمد الجميع بالتوفيق والتسليد كما أسأله جل وعلا بأسماءه والصفاءه أن يوفقنا جميعا في هذا الشهر المبارك أن نزداد من الخير في كل يوم وأن نكثر ويعظم رجاؤنا بالله جل وعلا في كل أمورنا وأن نكثر من التوبة والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم تسليم اشتركوا في القناة